نحن نوقع هذا الاتفاق نتمنى أن تصل بلادنا إلى السلام وأنا نقول لك تحيات الفريق مالك عقار رئيس الحركة الشعبية المتواجد بنيل الأزرق وتمسكنا الكامل بهذا الاتفاق وبهذا الاتفاق سنعبر مع أخواننا في جبهة سورية وفي الكفاح المسلح حتى من هون خارج جبهة سورية سنعبر نحو السلام وهذه بدايات السلام والسودان بلادنا لن تنهار ولن تنضم إلى نادي الدول الفاشلة بل ستعبر بنجاح بل ستعبر بنجاح ونحن بتوقيعنا على هذا الاتفاق نزعى إلى شراكة فاعلة ومنتجة مع مجلس السيادة بشيقيه المدني والعسكري ومع الغوات النظامية الغوات المسلح السودانية والدعم السريع لنبني بلدا جديدا ومع مجلس الوزراء ومع الحرية والتغيير ومع كل السودانية الذين قاموا بهذه الثورة ويجعلوا من هذا الاتفاق ممكن والذين بدونهم لم نكن لنصل إلى هذا الاتفاق نحن نزعى إلى بناء بلد جديدة ونحن نزعى إلى خلق علاقات جديدة وجبه السورية ستبني علاقات مع كافة فئات المجتمع السوداني وستبني شراكة مع مجلس السيادة ومع مجلس الوزراء ومع الحرية والتغيير ومع الجميع وبلادنا ستعبر نحو فجر جديد ونحن نتطلع لبناء اتحاد السوداني بين دولتين ومستغلتين دولة جنوب السودان ودولة السودان ونتطلع تحت غيادتك والقيادة السودانية جميعها أن نبني علاقات استراتيجية بين السودان وبين جنوب السودان وفي الأخير أود أن أقول لك وأنت تعلمنا جميعا أننا نزعى للتنسيق ونزعى للوصول هذا هو اتفاق إطاري سنكمله في وقت قريب ونتمنى أن نكمل هذا الاتفاق قبل 14 فوبراير مع اتفاق شامل وهناك ثلاثة لجان سنضع هذه اللجان ليتمل اتفاق شامل وسيكون اتفاقا شامل مع الجفهة السورية كذلك نعلن لك استعدادنا التام للتنسيق والعمل المشترك مع رفاغنا في الطرف الآخر من الحركة الشعبية لتحرير السودان حتى تنتغل المنطقتين وينتغل السودان وتنتغل دارفور وينتغل شرق السودان والشمال السودان ووسط السودان والخرطوم إلى مربع جديد بلادنا تحتاج سلام نحن نشكرك على هذه المجهودات وأنت لست غريب على السودان ولست غريب على كل ما نفعله الآن نحن نريد أن نبني بهذا الاتفاق منظومة عسكرية أمنية جديدة هذه المنظومة ممكنة البناء أن تبنى من خبرات القوات المسلحة ومن قوة الدعم السريع ومن التنوع العريض لجفل الثورية حتى نبني بلد نعتز بها للمواطنة وأن يكون في هذه البلد حق الآخرين فأن يكونوا آخرين والاتفاقية التي وقعناها تناولت غضايا كثيرة تناولت حق التشريع للمنطقتين تناولت الأرض وتناولت توزيع الثروة والسلطة وتناولت المبادل العامة للترتيبات الأمنية نحن سنعبر ببلادنا وأنا أتقدم بالتحية مرة أخرى للوساطة وللوفد الحكومي وبالذات للفريق شمس الدين كباشي والتعايشي على مشهوداتهم والرعاية التي أولاها الفريق أول محمد حمدان حمدتي لهذا الاتفاق وأشهد بأنه كان حريص على السلام وأتمنى أن تسود هذه الروح في تنفيذ هذا الاتفاق لدينا الآن فريق لوضع الترتيبات الإنسانية موجودة في الخرطوم وسيعمل ونحن سنعمل جميعا ما نريده هو السلام ولك شكرنا وتحياتنا لك ولشعب جنوب السودان وشكرا جزيلا